طيب مباراة الزمالك تأتي أهميتها فيه بخلاف أن هي ديربي وكلاسكو الكرة المصرية والحدث الأهم في الوطن العربي ومباراة القمة بين الأهل والزمالك لكن بشكل عام هي المباراة نقدر نقول في ظل حالة طبعا الكلام الكثير على السوشيال ميديا والحديث كثير عن الأهل بشكل خاص تقدروا تقولوا هي مباراة مهمة للأهل عشان يحقق ثلاث نقاط يعوض اللي حصل في دوري الموسم الماضي الأهل كان فاز على الزمالك في الدور الأول تعادل في الدور الثاني لكن خسر الدوري اللي أسباب كلنا عارفينها وقتها فالسنادي الأهل القادر إن كان بيحاول يثبت أنه هو كان أحق بالدوري فبالتالي يحاول يعمل نتيجة إيجابية على الزمالك التاريخ هنا بيقف في صف الأهل لأن الأهل على مدار آخر 12 سنة كان بيكسب الزمالك على طول في الدور الأول الزمالك لم يفوز على الأهل في الدور الأول وبالتالي التاريخ هنا بيقف في صف الأهل لكن هل التاريخ كل حاجة؟ لا التاريخ مش كل حاجة فبالتالي جهاز الفن بقايرة بيتسو موسيماني قادر إن كان بيحاول يستعد بشكل جيد لهذه المباراة والكلام في الإعلام بيقولوا دايما أن بيتسو موسيماني من المدربين بيعرفوا يشتغلوا على المباراة الكبيرة وتحديداً حتى مع فريق الزمالك في الفترات السابقة عندما كان حتى بيدر فريق سانداونز مع الأهل في دورة أبطال إفريقيا في الدورة العام الموسم الماضي لكن على الجانب الآخر الزمالك برضو عنده استقرار كبير جداً الزمالك في المباراة المحلية خلال الفترة الأخيرة لم يخسر في آخر 26 مباراة في الدورة العام أيضاً كمان الزمالك كامل الصفوف مكتمل الصفوف ما فيهش إصابات فتقدر تقول كل العناصر موجودة تحت قيادة ورؤية فنية لباترس كارتيرون على المستوى الفني لو بصنا على الفرقتين هتلاقي على الأطراف أو الجباهات لا فيه كورة فيه منافسة أكرم توفيه قدام أشرف بن شرقي ده هتبقى مباراة خاصة ما بين أكرم توفيه وأشرف بن شرقي عندنا الطرف الشمال فيه منافسة تونسية بنكهة مصرية البطولة طبعاً أو مباراة الدوري من بطولة الأهل والزمالك بنتكلم عن نكهة تونسية أو بطولة تونسية ما بين علم علول الظاهير الأيصر الأهلي وبالتأكيد أيضاً كمان فيه حمزة المسلوسي الظاهير الأيمن لفريق نادي الزمالك فبتالع تكون منافسة قوية جداً لكن في نفس الوقت لو بنتكلم بقى على آخر مباراتين نقدر نقول الأهلي لعب مباراتين قدر بأداء فني في مختلف من كل مباراة الأخرى يكسب الست نقط الزمالك ممكن في المباراتين كان فيه لغة كتير قوي بخصوص أخطاء تحكمية سهمت أن الزمالك يقدر يفوص في أول مباراة تفتح له المبارات الثانية ويتقدم بهدف فبالتالي الأداء الفن يقدر مختلف عن كل فريق لو حطينا مقارنة بين بيتسو موسيماني وباترس كارتيرون موسيماني فاز على الزمالك خلال السنتين اللي فاتوا أو السنة اللي فاتت في طولة أفريقيا في الدورة العام باترس كارتيرون فاز على الأهلي لما كان الأهلي بيقوده ساعتها ريني فيلر موسيماني بالبطولات والأرقام أفضل باترس كارتيرون هو صاحب أعلى راتب في الدورة المصري هل ده ممكن يشكل ضغط عليه أنه هو المدرب صاحب الأعلى راتب في الدورة المصري فعايز يزبط أنه يستحق هذا الراتب فيعمل مباراة عشان يستحق أنه يجدد له ثلاث سنوه يكمل مع الزمالك كل دي عناصر وظروف معينة هنشوفها في المباراة القادمة ما بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة القادمة ترجمة نانسي قنقر